ازايكو حبيبة اخباركو ايه يا رب كلكو تكونوا بالف خير وبالف صحة وسلامة يا رب وحشتوني كتير كتير من اخر فيديو نزلته معاكم زي ما انتو شايفين كده دي الصالة بتاعت ماما قررت كده ادي انهالها وغير لها الالوان والاشكال اللي فيها دي زي ما انتو شايفين كده الدهانات اللي فيها اللي هو النبيتي ده اه ومع البيج اه وطبعا الدهان اه زي ما انتو شايفين مع الوقت اه بقى شكله اه يعني بقى شكله وحش جدا وطبعا اه مع الاستهلاك وكده اه بقى شكله اه يعني اه يعني اه يعني مهوش مريح للعين فبصراحة كده ممت قايتلي انا عايزة غير الدهان بتاع الصالة وعايزة الوان اه تبقى فتحة اه مش عايزة الالوان الغمقى دي خالص حتى برضو الالوان الفتحة بتدي كده وسع للبيت وبتغير اه النفسية بتاعت الانسان وبتدي كده راحة للعين فبصراحة يعني اه هي كانت بتتكلم اه وانا حطت الموضوع في دماغي فانا طبعا مش بارعة طبعا في شغل الدهانات وكده فاخدت بعضي وروحت للراجل بتاع الالدهانات اه قلت له الوضع كذا كذا فالمهم هو بصراحة يشكر يعني اه قال لي على الخطوات اللي همشي عليها اه في الفيديو وانت هتفرجوا وتشوفوا وتحكموا بنفسكوا اه في اخر الفيديو هحول بجد الصالة دي 360 درجة بس خليكم فاكرين الالوانات دلوقتي علشان هتتفاجئوا في اخر الفيديو فروحت للراجل بتاع الالدهانات ده وطبعا اداني شوية حاجات كتير اه وشرحت له اه الحطة كان فيها ايه الحطة الحطة بتاعت الصالة كانت بايشة من تحت اه اه وكانت طبعا مكان الشنيور والاخرام وكده اه كان المنظر مش لطيف فقال لي علشان تعالجي الحاجات دي لازم المعجون وبعد لما تمعجني بيقعد ساعتين اه وايه وبتستاني ينشف وبعد كده بتصنفري علشان الحيطة اه والمكان اللي انت عامله فيه المعجون يبقى كله ملمس واحد ويبقى اه ما فيش حاجة عالية عن التانية وكده يعني ومن ضمن الحاجات اللي هو الدهالي برضو زي ما انتو شافين انا بعمل ايه كده دي بكر التيب الدهالي وقال لي لازم تلزق بيها الحيطة من تحت اه من عند السيراميك كده اه علشان وانت بتدهيني اه ما تعكش السيراميك ذات نفسه وما تتعبيش بعد كده في التنظيف بتاعها يعني وعملت برضو من فوق المصيص دي اول خطوة في مرحلة الدهان شايفين بقى الجردل انا مسكدة الجردل دوت ده اه الوش بتاع اه اه اللي هادي هادي نبيه ايه هاغطي به الحيطة النبيتي دي هدي هديها طبقة اه من الابيض ده هدي لها بالزبط اربع طبقات علشان اللون النبيتي دوت طبعا لون فائع اه فهدي له اربع طبقات من اللون الابيض البلاستيك ده علشان اللون يختفي تماما 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 ما يبقاش ظهر منه اي شيء في الدنيا زي ما انتو شايفين اهم حاجة وانت بتشتغلي هو الارض تعكت وكل حاجة بس على فكرة لو انت بتنظفي اول باول يعني انا اعملت الوش الاولاني وفي ثانية جبت السكنة بتاعت المعجون وقعدت اشيل كده ونظف بالمية على فكرة طلع معايا زي الفل بدل معه ده اجيب بقى كده كده هيتمسح وهيتنظف بدل معه ده اجيب جرايد وافرشها على الارض لا انا بصراحة ما فرشتش اي حاجة على الارض خالص غير ان انا عملت باللازق التيب ده من فوق من عند المصيس ومن تحت عند البلاط كده علشان ايه لما اجي قدن طبعا هيبقى صعب بالنسبة لي ان انا احكم ايدي وانا مسكر رولة من فوق من فوق من عند المصيس ومن تحت من عند البلاط زي ما انتو شايفين كده هي الحيطة بالذات النباتي دي اخدت معايا اربع وشوش بالزبط من الابيض اللي انا بديهنه ده الابيض البلاستيك ده اه الدهان له خطوات ولو اساسيات ماينفعش نيجي ندهن كده على طول لا اه اه حقيقي اه اه اللي بيشتغلوا شغلنا دي بيتعبوا جدا حقيقي اه الميزة بقى في الدهان ايه الميزة ان هو الدهان البلاستيك ده بينشف بسرعة يعني انتو ممكن تعمل الحيطة دي تيجي تشتغل في الحيطة التانية تلاقي الحيطة اللي انت اشتغلت فيها الاول نشفت تماما فتقومي اه 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 شغالة اه بعد كده على طول اه فهي الموضوع كان سهل بالنسبة للحركة دي انو الدهان بينشف بسرعة الدهان البلاستيك مجرد ما تعمل الحيطة وتيجي اه تشتغل في الحيطة التانية وتخلصيها وتجي ترجع للحيطة اللي انت شغالة فيها من البداية تلاقيها نشفت وبقت زي الفن انا بكمل هنا الحيطة طبعا انا ما خبتش الشبابيك ما لزقتش الشبابيك بالتيب ولا حاجة لان انا كده كده طبعا ايه اه هدهن الشبابيك زيت بالنسبة بقى للاصغار للامانة يعني انا ما جبتش كل حاجة مرة واحدة اه انا جبت يعني علشان اه ما يبقاش تعب بالنسبة لي انا عملت الصالة في اسبوع طبعا امي ما كانتش قاعدة في البيت هي كانت قاعدة في راس البر اه على بال ما خلصت لها الشقة واجت بقى ايه على النظافة اه فكت بدهن خلصتها على اسبوع عشان كمان انا اه ما تعبش وكده اه المهم اه خلصته يعني هتشوفه هو الوش الاولاني هيوحيلك انه ايه يعني هتحبطي يعني انا احبط لما دهنت الوش الاولاني قلت ايه ده وجيلي طبعا احبط ساعتها وقلت يا ريتني ما عملت اي حاجة ولا لاخبطت دنيا فقلت دنيا بجرب وآه يا صابت يا خابت وبعدين ان الله مع الصابرين اذا صبر وقعدت اقول وصبر نفسي بالكلمة يعني مش من اول حاجة اه ادب فيها كده يعني لانه جد احبط فقلت انا ايه اللي عملته في نفسي ده ايه اللي عاك اللي انا عاكته ده ياريتني ما عملت حاجة ولا اعدت اشجع في نفسي كده ولا اعدت عشي مفمي ولا اعدت اقول لها حاجة بس حقيقي بجد هتتفاجه في اخر الفيديو وبعد كده اديتها بقى 3 وشوش بعد كده انا كنت كل مرحلة اروح اعملها اروح الرجل كان بيمشي معايا خطوة بخطوة الخطوة دي بقى اخر الخطوات خالص بعد لما اديتها الوش الابيض اربع وشوش بيد للصالة كلها دي بقى اخر خطوة اديني الجرده للبنتة الكبير ده وقال لي ده هيدهن معاك الوش الاخير للصالة كلها وقلت له طبعا على الالوان اللي انا عايزها و اديني الالوان وعرفني اعمل ايه المهم انا امي مش عايزة الالوان الغمق هي بتحب الالوان الفتحة وحقيق فعلا الالوان الفتحة هي لطال عموضة اليومين دول المهم هو الداني الجرده اللي هو البنتة دوت ده بلاستيك ولقيت في الخمسة جنيه دي كسبت الخمسة جنيه دي فيه وببقى كيس كده والدان بيبقى محطوط فيه فبفرغوا في جرده اكبر علشان اما اجي يعملوا الرولة وقال لي بيتخف بشوية مية يعني بشوية مية ما تخففهوش قوي يعني السمك بتاعه هو عرفني السمك بتاعه ما يبقاش مية يعني ولا يبقى جامد قوي انا بصه بقى الالوان يعني عملت ميكس بين اللون الازرق وبين اللون البيج ده دي الصالة هي بعد لما خلصت لها الاربع وشوش الاولانيين البيض الاولانيين شوفوا يعني كان الشغل بصراحة وكت بعمل باتقان وكت حبة ان انا موسخش حتة ولا عمل يعني كت باتقان جدا يعني زي ما يكون يعني اللي كان بييجي وخش يشوف البيت يقول لا مايفكرش ان انا اللي دهنا شايفين بقى درجة اللون دي اللي انا بدهنها هي دي الدرجة اللي مامتي كانت عايزها وفرحت جدا لما عملته لها حطيت كده ميكس بين اللون الازرق واللون البيج اللي انا ورته لكم في الاول فهتطلع الدرجة دي عارفين الدرجة دي هي لايئة مع الانتري شوي وهتليئ برضو مع الستير بتاعت امي الدرجة دي بصوا عطيه على الفيروزي الفتح جدا 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 لابعد الحدود يعني بصوا شايفين انتو هو اللون فيروزي بس بصوا لفتح خالص 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 يعني ما قطرتش في اللون خالص لان هي عايزة اللون ده قعدنا نقول ونستشير بعض في الاول انه اللون الافويت او اللون اللي هو السن الفيل ده هو اللي طلع موضة فقالت لا انا مش عايزة اللون ده خالص مع انه هو ده اللون الموضة بس هي لا ايا كانت عايزة هي كانت اصلا من البداية عايزة ابيض يعني اللي كانت عايزة الوان ولا حاجة بس قعدت تقنع فيها كتير برضو لغاية ما استقرت على اللون ده وبجد في النهاية طلع اللون تحفة وروعة بصوا والله العظيم اللون على الطبيعة تحفة بجد جدا هو ده اللون بعد لما خلصته طبعا انا ما صورتش تفاصيل كتير عشان ما طولش عليكم الفيديو اه وعشان كمان ما تملوش مني وتشوفوا كده الشكل النهائي بتاع الصالة وتخليكوا فاكرين الجزء الاولين من الفيديو والصالة كان لونها ايه بالزبط وتشوفوا كده بعد لما اخلص خالص وطبعا الابواب انا ده انتهى جبت اللاكاة اللاكاة الابيض ده وده انت الابواب والشبابيك ده المنظر النهائي بقى بتاع الصالة انا عايزاكم تقولولي رأيكم في الكومنتات حقيقي يهمني رأيكم جدا وتقولولي اه امي حست ان الصالة وسعت جدا وحست بوسع رهيب واللون كمان عجبها جدا عجبها جدا جدا زائد ان اه اه تحس بنظافة يعني تدخل البيت حاسة ان البيت واسع ونضيف اه وفرق طبعا عن الاول اه نهائي بصوا انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو اكتر من كده طبعا كان فيه تفاصيل كتير جوا الفيديو ان انا قعدت اشيل الكل التيب اللي انا كنت حطاه وكنت حطى طبعا على المفاتيح التيب وكنت حطى اه كنت حطى تيب في في الاباليك كمان علشان ما فيش حاجة تتعاك والان تريت نظف كويس جدا علشان لما نجي ان نحطه يبقى اي محطوط على نظافة نظفت الارض بسكنة المعجون اي حاجة كانت دان واقع على الارض ولا حاجة اه وخلت كده وركبت طبعا الساتير يعني تفاصيل ما صورتاش حبيت بس اصور لكم الاخير عشان ما تملوش بس منه اه ما تنسوش بقى تعملوا تضغطوا اللايك ولو اول مرة بتشوفوني اه ما تنسوش الاشتراك اه في القناة واتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد وما تنسونيش في الكومنتات تقولولي رأيكم يهمني رأيكم جدا 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 شوفكم على خير ان شاء الله الفيديوهات الجاية باي باي اشتركوا في القناة